اهلا بكم مرة تانية مع ماستر كلاسز للشيف طارق النهاردة هنعمل طبق كلنا بنحبه وهو الاساس هنا مش الطبق هو الاساس هنا التكنيك انا بعمل ايه لما بحب بعمل حاجة معينة انا نهاردة هاخد الموزات بتاعة الغنم وحواريكم ازاي ان انا هعملها بريز هنبص على الشانكس دي الموزات هنا هاخد شوية ملح شوية فلفل نسخن الطاصة وهنخط نقطة من الزيت اي زيت نستخدمه حيكون كوي بدأت الطاصة تسخن انا اخد دي وهنحطها ياس هو ده الصوت اللي انا عايز اسمعه هناخد التانية احطها عكسها عشان ايه يبقى فيه مساحة بدأت تسخن اكتر فيه لون حلو بدأ يظهر اهو بدأ اللون يظهر كل ما اخدت كراميلة اكتر كل ما بقيت افضل كتير تمام هاخد شوية من البصل او كل البصل اللي عندي وهو اعطه هنا البصل ده هيختفي تماما بعد ما يستوي وهاخد الجزر وهو اعطه هنا كمان وهستنى على دول شوية بدأت تبص بقى ده اللون اللي انا بتكلم فيه ده اللون بدأت تاخد لون جميل جدا من هنا هضيف شوية من عصير الطماطم وهخلي عصير الطماطم ده ياخد شوية لون سويا رين يعني ايه يعني يتحروق شوية تمام هاخد شوية من الكوزبار انا بحيب الكوزبار الخضرة هنخطهم هنا كده كل اللي انتوا شايفينوا ده هيختفي هتفضل بس في الاخر اللي يمكن ورق اللورة وشوية من الخضار يمكن تشوفوا يمكن ما يبانش هاخد بعد كده مرقة لحمة واحطها هنا هاخد كده تلتين يبقى انا كده عملت ايه انا كده خلصت الطبق بتاعي هغطيه اللي انا هعمله دلوقتي اللي انا هاخده وهخلصه في الفرن عشان عايز دي اعمل وصفة تانية دلوقتي الطبق موجود في الفرن في الفرن هيبدأ يقل وينقص وتبدأ اللحمة تقع من على عظم ان شاء الله هوريهولكم كمان تقريبا هاخد ساعتين لحد الطبق ما يبقى جاهز هاشوفكم كمان ساعتين واللحمة بتستوي عملت شوية بطاطس فيوريه بسيطة قوي ناخد شوية من البطاطس اخده هنا ونسيب هنا كده اوكي البطاطس عندي جاهزة واللحمة عندي بترقص مفيش احلى من كده هناخد اللحمة بس يا رب ما تقعش مني وانا بحطها هناخد حتة اللحمة هنا كده ونحطها بس بس خلاص يعني بطوقة وحناخد معلقة صغيرة وناخد معجموعة من الصاص اللي احنا عملناه ويتدلق عليها انا كده عندي لام شانك بريزد يعني ايه يعني موزات معمولة بالطريقة طبعا ده طبعا غير عادي طعمه جميل جدا وانا مش قادر ان انا اقوم فانا هاخد حتة كده للدواء بسم الله غير عادي في الربو طبعا ده هيعجبكم هتلاقوه الوصفات دي كلها موجودة على لامنبيف.com لامنبيف.com شكرا